مصر كل يوم بتشعر تطورات سريعة ومختلفة وإحنا داخليين على الفترة اللي جاية انتخابات الرئاسة وطبعا عارفين من حق كل مرشح استخدام كل سبل الدعاية للدعاية للانتخابات زي ما شوفنا في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية وإحنا كشعب مصري بنتفاعل وبنتأثر جدا مع رأي رجال الدين والدين عندنا بيأثر فينا بشكل كبير جدا عايزين نعرف هل ده حلال أو حرام الدعاية عن طريق المساجد وكمان فقرتنا النهاردة لازم نتكلم عن الانتهاكات اللي بتحصل في المسجد الأقصى ودورنا كمسلمين لردع هذه الانتهاكات هيكون معانا دكتور عادل المراغي أستاذ بجامعة الأزهر وخطيب مسجد النور بالعباسية صباح الخير يا فاندي في البداية عايزة أسأل حضرتك استخدام دور العبادة والمساجد في الدعاية للانتخابات من الناحية الدينية هل ده مقبول أم مرفوض وهنتكلم كثير عن اللي بيحصل في المسجد الأقصى بس بعد ما نخلص أول نقطة اللي بنتكلم فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من ناحية استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية طبعا بلا شك هذا يعتبر انتهاك صارف لحرمة المساجد والمقدسات الإسلامية التي أمر الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه بلا شك هتلاقي لغط كثير وتلاقي أمور كثير خلال الفترة القادمة خاصة أمور الرئاسة وما حصل في مسجد عمر مكرم كان انتك صارخ حينما أقدم بعض المرشحين للرئاسة يعني هذا يعتبر نموذج من نمازج فالإسلام طبعا نأى بهذا الأمر وجعل المساجد إنما هي دور عبادة يعبد فيها ربنا تبارك تعالى وذكر الله عز وجل ورسالة المسجد التي من أمرها أو من أجلها جعل الله عز وجل هذا المسجد أو وضعت هذه المساجد كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بعيدا عن الصراعات السياسية والتجازبات الحزبية هذا هو دور المسجد دور المسجد لم يكن أبدا دور للدعاية الانتخابية ولا أن يكون منتدا للتجازب والحزبي ومشاكل ذلك يعني حرام حرام طبعا بلا شك ووزير الأوقاف أصدر قرارا بمنع الخطباء منعا باتة من الحديث من الحديث عن موضوع الرئاسة خاصة في هذا الموضوع وأن لا يستخدم المنبر كدعاية من الدعاية الانتخابية يعني وزارة الأوقاف لها دور في الرقابة على المساجد ودور لباد هدد وزير الأوقاف الحالي بأي خطيب يستخدم المسجد كدعاية يفصل فورا وهذا أقل واجب أن يكون به وزير الأوقاف لأن المسجد لم يستخدم للدعاية الانتخابية إنما جعل لأقامة الشريعة الله عز وجل وشعائر الإسلام أعزين نتكلم دلوقتي عن حاجة بتهم كل المصريين في الوقت اللي إحنا فيه عن رئيس الجمهورية القدم سواء هيبقى مدني أو عسكري أو ديني شكل رئيس الجمهورية عندما يتقلد السلطة إيه الحاجات المفروض أنه هو يعملها والله القرآن الكريم ذكر سلس نمازج من هذه النمازج سيدنا يوسف عليه السلام وهذا الذي قلده الله عز وجل على مناصبي أو على أرض مصر ذكر في صفتين هاتين الصفتين يعني ينبغي أن تتوفر في الرئيس القادم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم معنى كلمة حفيظ معنى عالم بأمور السياسة محنك هذا الذي ينبغي أن يكون في الرئيس القادم الأمر الثاني أمين على مقدرات الشعوب وهذا نموزج نموزج الثاني ذكره الله عز وجل في قصة طالوت عليه السلام حينما قال الله تبارك وتعالى متحدثا عن طالوت عليه السلام بأن الله رزقه بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وتقابل كلمة حفيظ تقابل بسطة في العلم أن يكون مخضرما أن يكون عالما بما يدور في كواليس السياسة وغيره النموزج الثالث ذكر الله عز وجل ذي القرنين وكل هؤلاء يعتبر إشارات وإيماءات في القرآن الكريم عما ينبغي أن يكون عليه الرئيس ينبغي على الرئيس القادم أن يكون أجيرا عند الشعب بأن الشعب هم الذين انتخبوه وأن لا يتعاظم عليهم وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل وبلا شك أمامه تركه ثقيلة تركها النظام المخلوع السابق فهو ينبغي عليها أن ينظر إلى أحوال الفقراء كما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كان لي منادي كل يوم يعني ينبغي على الرئيس القادم أن يخاطب الفقراء وأن يعني يقترب دائما وأبدا من الناس كان سيدنا عمر بن عبد العزيز له مناديا كل يوم ينادي أين الغارمون لعليهم دين أين الناكحون أين الفقراء أين المساكين فما زال مناديه ينادي كل يوم حتى أغنى الفقيرة والأرملة وغيرهم فهذا الواجب على الرئيس القادم الرئيس القادم المفروض عليه كذلك أن يرجع مصر إلى مكانتها التي كانت عن في قبل مصر كانت يعني قبل خمسين سنة كانت قائدة مقودة وشاءت إرادة الله عز وجل على مر التاريخ أن مصر تأمر لا تؤمر مصر توجه لا أن توجه مصر الآن التي تخضع للمعونة الأمريكية كانت ذات يوم هي التي أغاست سيدنا عمر بن الخطاب في عام المجاعة وهي التي أغاست العالم في عهد يوسف عليه السلام مصر لابد أن تعود إلى مكانتها الرئيسية وهذا أول واجب يعني ينبغي على الرئيس القادم أن يرجع مصر إلى ما كانت عليه منذ قبل مصر ذكرت في القرآن الكريم أكثر من خمس مرات تصريحا وسبع وعشرين مرة تلميحا مصر التي جعلها الله عز وجل دار أمن وأمان أول ما يجب عليه أن يرجع مصر إلى مكانتها ثانيا الملفات الثقيلة الملف الأمني والملف الاقتصادي وكثيرا وملف البطالة وغيره هذا ما يجب على الرئيس القادم الأمانة والصدق والإخلاص وأن يكون أجيرا عند الشعب أن يكون خادما لهم مطيعا هو تركها سقيلة طبعا تركها النظام السابق طبعا بلا شك لا حمل تقيل أن أنت تبقى مسؤول عن كم مليون يعني كلهم متعلاقين فرقبتك وتتحسب عنهم يوم من القيامة بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك وأخطر ما يكون سيدنا أوزار الغفاري جل النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتقلد الإمارة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لضعيف وإنها لندامة وحسرة يوم القيامة يعني الإمارة إذا كان هذا أمير على مثلا مليون فما بالك إذا كان رئيسا يسأل يوم القيامة عن 84 مليون قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية فيلقى الله وهو غاش إلا لم يرح رائحة الجنة دلوقتي انتهت انتخابات مجلس الشورى هتبدأ أولى الجلسات يوم الثلاث القادم إن شاء الله عايزين نعرف مبدأ الشورى في الإسلام كيف يتم تطبيقه فيه سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الشورى والإسلام دعا دائما وأبدا إلى التشاور حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم أنه لا يحتاج إلى الشورى طبق ذلك عمليا في حياته هل أمرهم شورى بينهم؟ نعم قال عز وجل في سورة الشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم في سورة الشورى وشاورهم في الأمر في سورة ألي عمران النبي عليه الصلاة والسلام طبق ذلك عمليا في حياته لما كان في غزوة بدر وقال أشيروا علي أيها الناس لما كان في صلع الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام نجى وأنجى أصحابه بسبب مشورته لأم سلمة يعني المشورة حتى تكون من النساء استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في أمر يعني فتح مكة أو في صلح الحديبية فأشارت عليه أم سلمة وهذا الكلام استنبطه الصحابة وبعد ذلك يعني الشورى تكون في الحكم وتكون في كل أمر من أمور الدين سيدنا عمر بن العاص والذي فتح مصر ويعد عمر بن العاص دهية العرب وأزكى العرب وهو لا يحتاجه إلى شورى إطلاقا قال عن نفسه ما أبرمت أمرا إلا استشرت عشرة من قريش يعني ما فيش أي أمر يبرمه من غير الشورى من غير الشورى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يقول والله إني لا أستشير حتى جاريتي يعني دور النساء كمان موجود يعني أنا ممكن أستشير المرأة يعني ده تعظيم لدور المرأة شاوروهن خالفوهن هذا الكلام لا أصل له في الشريعة يعني اللي بيقول لك شاوروهن يعني شاورو النساء ثم خالفوهن هذا كلام لا أصل له بل إن النبي عليه الصلاة والسلام استشارة ومسلمة وكانت صاحب عائل سديد وكم من امرأة زيت رأي أفضل من آلاف الرجال لا رأي لهم إسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الإطار بل كانت امرأة لها صاحبة عقل وهي بلقيس وكانت تحكم الناس في اليمن حينما استشارت قومها قالت إن لما أشاروا عليها قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أهلها أزله وكذلك يفعلون استشارت لما أرسل إليها سليمان عليه السلام ماذا تفعل فأشار عليها القوم هذا هو مبدأ الشورى في الإسلام طيب إحنا عارفين طبعا ومش نقدر إن إحنا ما نتكلمش عن الموضوعات في حلقتنا النهار زي ما قلنا في البداية عن الاقتحامات المتتالية اللي بتحصل في المسجد الأقصى اللي هو أولى القبلتين وعن أهمية المسجد الأقصى بالنسبة لنا كمسلمين وهل أهميته دي معروفة يعني بالنسبة لنا عند العالم كله ولا مش معروفة دعيني حضرتك أوضح شيء للمشاهدين إن صراعنا مع اليهود ليس صراع حدود وإنما صراع وجود يعني بمعنى أن اليهود لما أتوا من شتى بقاع الأرض واستوطنوا هذه البقعة المباركة إنما أتوا بنبوءة توراتية بأن هذه أرض المعاد ولذلك أجزم أن الدولة الوحيدة التي قامت على أساس ديني في العالم هي دولة اليهود وهي دولة إسرائيل السبب في ذلك إنه يهود الفلاشة وغيرهم من اليهود في شتى بقاع الأرض لما استوطنوا بيت المقدس كان السبب من ذلك أنها النبوءة توراتية هذا أمر الأمر الثاني أن الاعتداءات الصارقة لا تزال حتى يتمكن اليهود من هدم المسجد الأقصى لا قدر الله وهذا ما قاله من أحن بيجن وقاله غيره بأنه لا يعني مكانة أو لا فائدة للقدس لفلسطين بدون القدس ولا فائدة للقدس بدون الهيكل فهم يزعمون أنه تحت المسجد الأقصى في هيكل سليمان عليه السلام ولزلت الحفريات أصبح المسجد الأقصى الآن معلق في الهواء أصبح الآن على بناء هش يعني لا قدر الله عز وجل في أي لحظة من اللحظات يهدم المسجد الأقصى بل من الغريب حضرتك أنه فيه 120 منظمة داخل إسرائيل تعمل على بناء الهيكل وهدم المسجد الأقصى 120 منظمة تمول من أمريكا قدم لها 33 مليار دولار من سنة 1967 إلى يومنا هذا وظيفة هذه المنظمات هي إقامة هيكل سليمان عليه السلام مكان المسجد الأقصى وممكنت الحفريات أثبتت أنه ليس هناك أي معالم ولا أثر لهيكل سليمان عليه السلام في هذا المكان أو في المسجد الأقصى الأمر الآخر الذي ينبغي علينا أن نحرص عليه أنه آل يهود جادون وإذا تكلموا فإنهم سيفعلوه ودائما أبن يهددون وآخر حاجة أن حزب الليكود الإسرائيلي لما أعطى الضوء الأخضر لبعض الجماعات المتطرفة لإكتحام المسجد الأقصى والصلاة في المسجد الأقصى وكان قبل ذلك في عهد نتنياهو الحكومة الأولى سنة 1906 أقصد سنة 2006 حضرتك لما في عهد نتنياهو كان الأمر حضرتك أنه أعطى الضوء الأخضر لبناء هيكل سليمان عليه السلام الصورة بتاعت هيكل سليمان الماك بتاع الصورة نفسها الرسم الهندسي وحصل بعد ذلك حضرتك أنه عرضوا عليه هذا ولا غاية الآن الصورة أو الرسم الهندسي موجود عند الحكومة الإسرائيلية يعني هم انتهزوها فرصة لغياب الشعوب الإسلامية وانشغال الشعوب الإسلامية بثوراتها الداخلية بأمور كتير فهم بهذه الصورة انتهزوها فرصة بأن العالم الإسلامي انشغل الآن بالثورات بل أقول على يقين جازم بأن هذه الصورات إنما ستكون النهاية الحتمية لنهاية دولة إسرائيل إذا استيقظ الشعوب واستيقظت الشعوب الإسلامية كما قال قبل ذلك منحن بيجن قال لا نخشى الدموقراطية ولا نخشى غيرها إنما نخشى من الإسلام السياسي إذا استيقظ بمعنى الإسلام السياسي بأن تحكيم شريعة الله عز وجل في كل أمر من أمور الدين فالتاريخ لا يرجع أبدا للوراء وزي ما بقى عندنا وعي سياسي لازم يبقى عندنا وعي ديني وكلنا كمسلمين نتحد لحماية المسجد الأقصى نعم وأنا لست بمستغرب بكلمة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمر الطيب لما قال إن الثورات العربية التي قامت إنما قامت في الأساس من أجل القضية الأولى في العالم وهي قضية فلسطين يعني لما تلاقي حضرتك أن 120 منظمة يهودية تعمل في الخفاء لأجل هدم المسجد الأقصى والمسلمون يغطون في نوم عميق منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الأمر جامعة الدول العربية والحكومات الدول الإسلامية ينبغي أن يتخذوا إجراء صارما تجاه الحكومة الإسرائيلية في هذا الإطار طيب دور الأزهر اللي هو منبر الوسطية في التدخل حتى يكون له الريادة مرة أخرى ولوقف التصعيدات اللي بتحصل في المسجد الأقصى دور الأزهر إيه؟ المفروض دور الأزهر طبعا ينبغي أن لا يغيب ولم يغيب أبدا دور الأزهر فضيلة الإمام الأكبر لما تكلم عن ذلك أن القضية في فلسطين هي القضية الأولى في العالم وهي ينبغي أن تشغل الرأي العام في التوقيت الحالي وأن لا نشغل بمشاكلنا الداخلية عن المشكلة الأساسية لأن موضوع الأقصى هو عقيدة هو سالس الحرمين ومسر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يقل أهمية أبدا على المسجد الحرام يعني حضرتك لو قلت أن يوم من الأيام واحد أراد أن يعتدي على الكعبة فبلا شك ستنتفض الشعوب عن بكرة أبيها فكيف إذا عرفنا أن هذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا بل جعل الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه وهو مسر النبي بدأ الخلق من مكة وسينتهي الخلق من الشام من المسجد الأقصى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الأقصى قال هي أرض المحشر والمنشر نعم وقوبة انتهاكات اللي بتحصل في المسجد الأقصى عند ربنا إيه حكمها إيه في الدين والله اليهود لا يعرفون عقوبات ولا يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة طب هل إحنا نعم يتم مقصرين لين عقاب عند ربنا بلا شك كل على حسب مسؤوليته يعني أنتوا في وسائل الإعلام وأنا على منبري ووسائل الإعلام هنا والحكومات كل على حسب منبري وقفوهم إنهم مسؤولهم يعني كل واحد مسؤول على قدر مكانته التي وضعه الله عز وجل فيها كلنا على ثغر من ثغور المسجد الأقصى إذا كان صلاح الدين الأيوب حضرتك في بداية استرداده للمسجد الأقصى لما أرسل له بعض الشباب في دمشق رسالة على لسان المسجد الأقصى كان سبب غيرت صلاح الدين الأيوبي لما حصره الصليبيون الصليبيون ظلوا في بيت المقدس واحد وستعين سنة وهتكوا العرض وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ وحصلت هناك مذابح لا يعلمها إلا الله كما ذكر ابن كثير وغيره فهذه الرسالة جاءت على لسان أحد الشباب أرسل إلى صلاح الدين على لسان المسجد الأقصى يقول يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس اللي يتكلم هنا المسجد الأقصى كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس فخرج صلاح الدين وجيش الجيوش وخرج من دمشق ثم بعد ذلك لم يرجع إلا بعد أن حاصرهم وفتح الله عز وجل على يديه واسترد المسجد الأقصى مرة أخرى لأنه عارف أن المسجد الأقصى يعني لما سئل صلاح الدين الأيوبي لماذا لا تضحك كمثلنا ليه أنت ما تضحكش قال صلاح الدين الأيوبي إني لا أستحي من الله أن أبتسم أو أضحك والمسجد الأقصى محاصر فكيف إذا علمنا أن الآن المسجد الأقصى تنتهك حرمته وتدنس وللقدس الآن هوية القدس الآن محيت معالمها أكثر من خمسة واربعين بلدة أو خمسة وعشرين معلم إنما حولت إلى أسماء يهودية حائط المبكة اسمه الحقيقي حضرتك حائط البراق وتل أبيب اسمه الأساسي تل الربيع وهكذا اليهود الآن جادون في طمسي هوية فلسطين وطمسي معالمها وتهويدها إن شاء الله الإسلام يرجع قوي تاني زي زمان ويظهر حد يقدر يحرر المسجد الأقصى بإذن الله إن شاء الله هو بلا شك حضرتك إن شاء الله بإذن الله بعد ثورات الربيع لن يكون المسجد الأقصى كما كانت قبل بل قلت قبل ذلك ولازلت أؤكد إن ثورات الربيع هي بداية النهاية لدولة إسرائيل بل بداية هي البداية لاسترداد المسجد الأقصى وعوداته مرة أخرى إلى أحضان الإسلام أسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك قريبا إن شاء الله أمين يا رب إن شاء الله دكتور عادل المراغي الأستاذ بجامعة الأزهر وخطيب الجمع بمسجد النور بالعباسية نورتنا في نهارك سعيد شكرا جزيلا شكرا لحضرتك مشاهدينك كده تكون قلصة فقرتنا دلوقتي بس لسا نكملين معاكم بقى فقرات نهارك سعيد